شقلبة مزدوجة للأمام بسرعة 90 كم في الساعة من ملصة انطلاق بطول 50 مترا هذا ما قدمه المقامر وبطل العالم بالتزلج الحر السويسري فابيان بوش من أعلى تل في منتجع إنجلبرغ في سويسا وكان بوش قد اشتهر قبل ثلاث سنوات بمقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي ظهر خلاله متعلقا بذراع واحدة بسير سلم متحرك وكأنه يطير في الهواء لقد كانت حقا تجربة مرعبة وخاصة عندما اقتربت لحظة القفز وعرفت أني أريد أن أقوم بشقلبة أمامية مزدوجة ترددت وتسألت ما الذي أفعله لكن لم يكن لدي مجال للتراجع وفعلتها